مشاهد اعتاد عليها اليمنيون يوميا مشاهد وضع حجر أساس لمشاريع تنموية هنا وهناك جملة مشاريع عملاقة تراكمت على امتداد الجمهورية اليمنية طولا وعرضا منذ اعلان الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو عام تسعين قفزة نوعية لمنجزات تنموية غطت عموم المحافظات اليمنية المترامية الأضراف منجزات تتصدرها شرايين الحياة الطرق التي بلغت منذ قيام الوحدة اليمنية وحتى العام 2011 16412 كم من الطرق الأسفلتية فيما وصلت الطرق الحصوية والترابية 75600 كم أبرز شبكة الطرق تلك التي تتقاضع مع بعضها وتتصل بأخرى وهناك عدد من المشاريع يتم افتتاحها ووضح جلال الأسفل العامل منها وكثير منها شبكة الطرقات في الحجرية وأمل أن يتعاون المواطنين مع هذه المشاريع المهمة والخدمية التي تقدم لأبناء الحجرية وهناك طريقة تشك من النشب إلى قدف وتتصل بالمفاعلين أيضاً طريقة تأتي من هنا من شرف شرجب هيجة العب وسلسل أيضاً إلى المفاعلين الطريق الساحلية الدولية الممتد على طول ساحلية البحرين الأحمر والعربية ابتداء من ميدي على الحدود مع المملكة العربية السعودية شمال غربي اليمن مروراً بباب المندب جنوباً ليمر بمحافظات عدن أبياً وشبوة وحضر موت وحتى صرفيت بمحافظة المهرى شرقاً على الحدود مع صلدنة عمان مختارقاً سلسلة جبلية تمتد على طول طريق سيحوت نشطون بأربعة أنفاق ساهمت في اختصار الخط الساحلية بطول يتجاوز ألفين وأربعمائة كيلومتر على الجهة الأخرى يقابلنا الخط الصحراوي الممتد من صنعاء مأرب سيئون شحن بمحافظة المهرى والذي يربط اليمن بصلدنة عمان هو الآخر يبلغ طوله ألفاً وأربعمائة كيلومتر إضافة إلى شبكات الطرق الأخرى التي تربط جميع المحافظات والمديريات مع بعضها البعض حقبة مضت كانت ذهبية لوحدة مباركة شهدت خلالها البلاد مرحلة من البناء والإنجاز لمسها اليمنيون في محافظاتهم ومدنهم وقراهم لكن وبعد نكبة 2011 وصولاً إلى دخول الحوثيين صنعاء توقفت عجلة البناء والإعمار وعادت البلاد إلى الوراء بل إن بعض هذه المشاريع تضررت ودمر البعض الآخر بعدما أضاحت جماعات الإسلام السياسي بالبلد وأدخلته في نفق مظلم محافظة في نفق مباركة